بمناسبة قرب موعد زيارة الأربعين المليونية قام قسم الشعار والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي باستعداده لاستقبال الزائرين وتهيئة الأمور للمواكب وتنظيم آلية دخولهم للمدينة كربلاء إلى جانب إصدار الكفالات وتوفير الخدمات لهم كل معتاد باشرة قسم الشعار والمواكب الحسينية بالإصدار الكفالات القانونية اعتبار من تاريخ 26 محرم ثالثة كفالات القانونية بالتعاون مع مديرية شرطة كربلاء مديرة حماية المرقضين الشريفين شعب الزهرين والوافدين بالنسبة لمراجعات المواكبة المراكبة الإنفرادية تكون محافظة كربلاء النجف الأشرف ناينوا وسلاح الدين يعني عندنا في بعض الأماكن من السلاح الدين لا تجلل لنا ومثريات باقي المحافظات العراقية تكون مراجعة المواكب حصرا عن طرق مثرياتنا والوحدات المنتشرة في كل الأقضاء والنواحي في المحافظات فريق عامل واحد من عدة جهات مختصة وتم وضع خطة لإنجاح الزيارة في هذا العام كونه يعد استثنائيا بوجود جائحة كورونا من خلال حث المواكب الحسينية على التزام بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية هذه السنة استثنائية ولكن العتبات المقدسة وقسم الشعائر يعد خطة لاستقبال الزائرين من سلامتهم وتوفير الأمن والأمان لهم بالتعاون مع قيادة الشرطة كربلاء والعمليات وإدارة العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة في كل عام اعتادت العتبات المقدسة على توفير الخدمات للزائرين الوافدين لإحياء الزيارات المليونية لا سياما زيارة الأربعين من خلال الأخسام المعنية وفي هذا العام جاء الأمر مختلفا بوجود الوباء فهم يحاولون بشتى الطرق الالتزام بالتدابير الوقائية من أجل إنجاح الزيارة والحفاظ على الزائرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر